في انتخابات الكنيسة الواحدة والعشرين تغيرت الخارطة السياسية وأفرزت أحزابا وجزأت أخرى فالقائمة المشتركة للأحزاب العربية التي شاركت في الانتخابات السابقة في كتلة واحدة حصلت على 13 مقعدة ها هي اليوم تنقسم إلى قائمتين تشمل أربعة أحزاب عربية وترقب حذر لعدد مقاعدها التي ستسمح لها بتمثيل العرب بما تستطيعه في ظل كونها أحزابا معارضة للحكومة طبيعيا نحن ممنوع نتقل على الأحزاب العربية الأحزاب الموجودة في المجتمع العربي هي أحزاب معارضة هي تناضل هي تتوحد هي تجند أعضاء كنيسة حتى من الأحزاب الصيونية من أجل قوانين ولكن السلطة التنفيذية هي بيد نتنياهو وحكومته وعمليا المسؤول عن تنفيذ أي شيء للمجتمع العربي أو حتى في المجتمع العام الإسرائيل هو الحكومة إنجاز وتأثير نحو مجتمع أمنا وقادر شعارات رفعت فيما يدين المدن العربية علّها تستميل صوت المواطن العربي الذي يقول إنه يعاني من البطالة وانتشار العنف ومشاكل في المسكن وغيرها ما دفعه لمقاطعة الانتخابات المقاطعة لأنه فيش سياس صادق هذا السبب الرئيسي وأكثر من هيك تبهدلنا من المشترك وشو عملت وكيف توزعوا عايش توزعوا فيش إشي مكنع ليش تفرقوا هيك بس المصالح تاعتهم في المشهد الآخر خرج أنصار الدعوة إلى المشاركة لثقتهم بقدرة الأحزاب العربية على تمثيلهم أعضاء كناس العرب ألغوا ضريبة الأملاك سنوا قوانين اللي بتعلق بطلاب الجامعيين بتعلق بكثير أشياء ثانية اللي بتهم المجتمع فبالتالي أني أثبتوا جدالتها للمرحلة معينة نتأمنوا أن هذه المرحلة تكون أفضل كمان فبالتالي في إنهم رصيد يعني أعضاء كناس العرب بين هذا وذاك يبقى صندوق التاسع من إبريل الحاسم للقائمتين العربيتين وقدرتهما على التغيير في مشهد عربي يعاني من مشاكل كثر وفقدان للأمل بتحقيق مساواة وعدالة خاصة بعد عدد من القوانين التي سنتها الكنيست كقانون القومية الذي يقولون إنه مس بوجودهم بعد انقسام القائمة المشتركة للأحزاب العربية في إسرائيل إلى قائمتين منفصلتين تعالت أصوات تدعو إلى المشاركة في الانتخابات لمواجهة القوانين العنصرية بحقهم كما يقولون وأصوات أخرى تراكمت لديها الخيبات من تحقيق إنجازات ملموسة في الوسط العربية ثروة تقرأ الحرة الناصرة